منتابع مشاهدينا صباح اليوم بيهلأ وقتها بيصر نستقبل دكتورة منال نابلسي مدربة على تطوير الزات أهلا وصهلا فيك دكتورة نابلسي صباح النور ماكي تطوير الزات يعني شغلة أساسية بحياتنا نحن مسؤولين عنها في عناصر خارجية كمان بتساعدنا بس اليوم بالتحديد رح نحكي عن النقد الزاتي النقد الزاتي طبعاً اللي هو شغلة كتير مهمة بس أوقات كتير كمان بيكون عندها مضاعفات إذا بدنا نقول سلبية وقتها بيصير الشخص مننا يجلط حاله يعني بينتقى حاله لدرجة ما في شي بيعجبه بحاله هون طبعاً ما بيكون عم بيطور خليني ابدأ بأهمية أنه نحن نعرف أي متى وكيف ننتقى حالنا هلا أهم شي بوقتها نحكي على تطوير الزاتي لازم نفهم أنه نحن لازم نشوف نعرف شو نقاط ضعفنا وشو نقاط قوتنا كمان نفهم إجزاكلي أنا وين لأنه في كتير أهداف وفي كتير أشياء نحن نتعلمها بالحياة بس نحن بدنا أبدأ بطريقة معينة لازم نعرف يكون في عنا أورنس وعي الذاتي وكامل على نشوف إجزاكلي أنا وين هلا وشو أغلاطي وشو لازم صلح بحياتي كمان هيك يلي أنا ما بيخليني أنه أنا أتطور هو كترة الانتقاد والجلد يلي أنا بعمله لأنه أنا بصير فكر حالي أنه أنا ما قادرة وما فيني وما عندي الإمكانيات وما عندي الإرادة وما عندي الطموح وما عندي أبدا التفكير بالطريقة بصير بشوف غيري يمكن أحسن مني وبحس حالي أنا ببلوك سو فيه انتقاد بيدمرني فيه انتقاد بيساعدني فيه كونستركتف ولا انتقاد بيكون بطريقة تحكمية على نفسك كرمالي يساعدني تو موفان وفيه انتقاد بيخليني محلني وحتى يمكن برجعني لورا سو السلف ديفالوبمنت هي بحاجة أنه أنا أفهم حالي وكون عندي وعي سواء تكون عندي وعي بصير بفهم أنا هيدا الحك الداخلي شو عم بصير جواتي شو عم بقول لحالي كيف عم بنتقت حالي كيف عم بجلط حالي قدي هيدول الكلمات هالهنة حقيقية لأنه أغلب الانتقاد بيجي من من الطفولة بيجي من المواقف القديمة يلي صارت معي وبصير عملي بلوك بحياتي سو وقتها بقوا عندي وعي على الأشياء الداخلية يلي أنا عندي إيها بصير عارفة حالي أنه هيدا الانتقاد هل هو عم بفيدني ولا عم بوقف لي من مسار حياتي حلو دكتور نابولسي أوقات كتير ما بنعرف نحنا هيدا الصوت الجواتنا شو عم بيقلنا ما بنعرف يعني منصير تماشي هالحياة هيك بتبرم وبتصير هالتفاعلات فينا تبين بدون ما نعرف كيف واحد بيقدر هيك يوقف أي متى هل لازم يكتب أنا شو نقاط ضعفة أنا شو نقاط يعني كيف منفكر بهالموضوع بدون ما تخدم الحياة وتقطع هيدا أهم سؤال هيدا بهيدا الشيء أنه أنا لازم أعرف مشاعري وقتا أنا لاقي حالي أنه في بلوكت لازم فوت لجواتي وأعمل نوع من التأمل أعمل نوع من التدوين أعمل نوع من التفكير الداخلي واسمع هيدا الصوت أنا عندي صوتين صوت عم ينتقدني جواتي وصوت عم بيشجعني بس هو مختفي مع الوضع يلي أنا فيه من جواتي سأنا بدي أسمع هيدا الصوت فيه صوت منال يلي عبالة مثلا توصل وتكبر وتعمل أهداف جديدة وفيه صوت تاني بمنال يمكن خلق معه من هي وصغيرة وهو يمكن عم بيحميها بطريقة معينة من الفشل من الخوف من الزعل من الانتقاد من العالم بصير بتهرب من العالم ولا بتهرب من المواجهات بلا ما هي تواجه لأنه بالصغر ولأنه يمكن بيكسبرينس عديدة بحياتي صار فيه نوع من المواقف يلي خلتني أنه أنا خاف يمكن انتقادوني على شكل يمكن انتقادوني على علماتي سوصرت أنا تأحمي نفسي بلما واجه صار هيدا الصوت يقلي سكتي ما تعملي ما أنت مش قدون ما أنت شفتي قبل بمرة شو عملت ما أنت بكيت والديقت وازعلت وعملت كل هيدول الأمور خليك محلك متى ما تعملي أي شي لأنه يمكن إذا واجهتي حيصير أضرب من هيك سوهيدا الصوت بيربع معنا وهو من سميه الكريتك الفويس يلي هو الصوت يلي بينتقاد كل الوقت يلي هو مفكر أنه عم بيحميني من المواجهة ولا من أي شي تاني بس هو بس هو بحد ذاته هو عم بوقفني عن مساري ليش؟ لأنه في نوع من الشعور المخيف هوني بصير عم تمشي بالسورفايفول ميكانيزمي اللي هي أيضا يفايت فلايت أو فريز يعني يا بديك تواجهي لأنه في خطر يا بديك تجمد محلك يا بديك تهربه سوه وقت يكون الخوف متحكم فيي هيدا الصوت بيكون خايف عليا سو خايف من المواجهة مرة تانية ومن هيدا الشعور بس انفورشنتلي ما عم بساعدني بأي شي عم بوقفني محلي هوني أنا بدي أعرف وأتعرف على هيدا الصوت أول مرحلة السلف أورنس ولا الوعي الذاتي مين هو هيدا الصوت من وين إجا وليه إجا هل أنا بدي فيني أنا غيره إذا أنا ما قادر أغيره بدي ساعد حالي بأنه استعين بأخصائيين استعين بعالم تيساعدوني أنه أنا أعمل كنترول على هيدا الصوت لأنه هيدا الصوت من وراه في معتقدات من وراه المعتقدات في مشاعر من وراه المشاعر في كبت وفي طريقة بيهيفير وسوليكيات عم بتخليني ضمن هيدا الإطار كلياته سواء أتعرف على هيدا الصوت بلش أحمي حالي منه بلش أفهمه أكتر من أنه أنا أنتقده ولا أعطيه لوسع أنه هو يمشي بحياتي بصير بفهم مشاعري وهون بصير بدون أنه أنا بهيدا الموقف خفت لأنه خايفي من انتقاد العالم لأنه قبل مرة انتقادوني وحسيت حالي أنه أنا مني مهمة وأنا غلط بحياتي سو ببلش بدون طب هيدا المعتقد ولا هيدا الأكشن هل هي صحيحة بحياتي؟ أو هالبعدة؟ أو خلصت؟ مية بالمية هو معتقد مرسخ ومرسخ بالدماغ صار بدي أعمل نوع من الريفريمينغ طوره بطريقة وهون بصير تطوير الذات على طريقة المشاعر وعلى طريقة الفكر وعلى طريقة الجسد وعلى طريقة الروح كيفين يطورها وعلى طريقة التفكير كيفين يطوره سو أنا بدي الشغل على كل هيدولة تبلش تطورهم أول شغل بدي أعمل إدراك بدي أشوف المشاعر شو هني بدي أكتب أنا هيدا السلوك وين هو وين موقفني وكيف فيني غيره الـ self تعيتي ولا الـ spiritual self تعيتي ولا أنا الذاتية يلي أنا بشوف حالي بطريقة أحسن وين فيها تكون كيفية تتخطى هيدا المرحلة وهيدا الصوت وهون ببلش الشغل حلو قلت كلمة هون ببلش الشغل وهيدا الشغل ببلش مننا فينا مية بالمية صح؟ طيب هيدا الشغل اللي ببلش فينا وقتها منصير وعيين مثل ما قلت منعرف سلوكياتنا من وين جاية ردت فعلنا من وين جاية أوقات فينا نطلب مساعدة كمان مثل ما سكرت لأن أنا يمكن نكون علقانة يمكن أنا مدركة بس ما عندي الإدراة أنه أطلع هون بدي هيدا المساعدة اللي عم تحكي عنا هالمساعدة يلي بنطلبها إن كان اختصاصيين نفسيين أو مدربين أو كل هالأنواع هل يعني ممكن تكون مستمرة على مدى حياتنا يعني نحنا بكل مرحلة من حياتنا بتتغير سلوكياتنا على نفس الموقف جايبين معنا معتقدات كمان بتتطور وبتترسخ أو بتطلع مننا كمان بحسب بتاعتقد أنه تطوير الذات بده عمل مدى الحياة ما بيوقف ولا ممكن أنت إذا وصلت إذا رحتي فكرت أنه أنا بدي روح على جيم وبلش أنزل من وزن إلى 10 كيلو وصلت لهيدا المرحلة يلي أنت نزلت فيهون 10 كيلو من بعد ما هيدا بتوقف تروحي على جيم ما فينا بدنا الاستمرارية هون الاستمرارية والكوميتمنت يلي أنا فيني أعمل والمثابرة يلي فيني أعملها لأنه تطوير الذات ما بيوقف هوني وشغلنا على حالنا ما بيوقف هوني ودل في عندك إنه مثل كأنه معتقدات قديمة عم ترجع تجي مثل الشوك بدك تجعي أنت تشحليها من حياتك وكل موقف جديد بده يخلق معتقدات يمكن مخاوف جديدة معتقدات جديدة صدمات جديدة ولا صدمات قديمة عم تطلع بمراحل بالحياة لأنه هيدا الجسم وهيدا العقل هو أرشيف بالنهاية صحيح سوح يدل له يطلع أشياء نحنا ما من نوقف بتطوير الذات نحنا من دلنا من نشتغل على حالنا وأهم شيء البراكتس براكتس 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 أنا وقت بلش إيم معتقد قديم وحط معتقد جديد مش يعني حطيته بكبسة زرصر موجود بالجسم بدي رسخه بدي خلق دميح إكزاكلي وكيف من يرسخه بالتكرار بالتدوين بالمديتشن التأمل بأنه أنا كلما يجي الفكرة القديمة احكي مع حالي واحكي مع هيدا الصوت القديم قل له على شو انت جاية شو جاية تعمل أنا هلأ عمفكر بهيدا الطريقة بدي بديك تشوفي مثل كأنه في ولد صغير بالكورنر خايف ومتضايق وكل مرة عم بيسن نفس الأفكار بديك تشجعي أنه يشيل أفكاره مش تقليله خلص ترك أفكارك هي موجودة لأنه نحن كتير شاطرين بأنه يا نحبس مشاعرنا ونكبتها لأنه ممنوع نطلعها يا نفجرها بطريقة غلط أنا لا بدنا لا هذه الطريقة ولا هذه الطريقة بدنا بطريقة يمكن نواعية أنه نفهم مشاعرنا ونحكيه نحكي مع حالنا بطريقة يمكن نتفاعل بطريقة صحة نبلش نبرمج العقل بطريقة صحة وأنا بيشتغل النيورو ساينس ونيورو فلاسيسيتي تاعت الدماغ يلي بتفعق يلي بتقلك أنه أنت الفكرة الأديمة يلي مرسخة براسك هي بهيدا الخلايا هي موجود فيها أكشنز ومشاعر وأفكار أنت بديك تبلش تخفيفيها وتخلى أي خلايا جديدة مشبعة بأفكار جديدة وهيدا الخلايا بده تكرار وبده براكتس ألات طيب هيدا التكرار يعني وإذا نحنا يعني عم نحط حالنا بما كان أنه نحنا مدركين أخدنا مساعدة معينة عرفنا نمشي على الطريق المزبوط شو النصائح العملية يلي ممكن تقولي لنا إياها شو بكرر أنا أيا هل بكرر فعل هل بكرر فكرة هل بخلق لحالي سيتوائشن جديدة هيك نصائح عملية اوكي في عنا كتير طرق أول شيء وقتها اللي بكرر و بكرر توكيدات إيجابية يلي هني بوزيتف أفيرميشن يلي هي بتساعدني على أنه أنا أشوف حالي بطريقة أحسن بلا ما أقول لحالي أنا فيشلي وأنا ما فيني ولا حالي أنا عندي الأدرات أنه أنا أشتغل على حالي أنا عم بشتغل على تحسين نفسي أنا أم هيلنج ولا عم بتشافها من ماضي هيدول التوكيدات بتساعدني على أنه أنا عايش الحاضر لأنه وقتها أنا أكون خايفة يا بكون معايشة بالماضي يا بكون عايشة بالمستقبل وعندي توتر سوتوكيدات بترجعك على البرازن تايم بتخليك تحس حالك أنك أنت يور جراوندت هيده أول أول شغلة فينا نحنا نكررها كل يوم بطريقة منتظمة تاني شغلة فينا أنه نحنا نعمل نوع من التدوين وهذا التدوين بساعدني أنه أنا أفهم أعمل مثل نوع من الموتراكر يعني شوف أنا مشاعري اليوم شو هنه هل أني أنا سعيدة يمكن ملبكة موترة هيده الموتراكر يلي بتساعدني أنه أنا شوف مشاعري وين هنه وعندي إدراك على هون كل ما شفت مشاعري كل ما تحسنت حالة النفسية كل ما كمان زادت يمكن سأتي بنفسي لأنه صرت أعرف حالي أنه أنا شو حاسي وهذا الشعور عم بعرف أنه أنا مسؤولة عنه تالت شغلة فينا أعمالها هي اشتغل على جسمي الجسم كتير بساعد الفيزيكل سلف ديفالوبمنت بساعد على زيادة هرمونات السعادة وتزيد هرمونات السعادة من الأندورفين ودوبامين والأكسيتوسين هيدهول كلهم بساعدوني على تطوير ذاتي وبيفرزوا هيدهول الهرمونات نوع من الموتيفيشن سو بصير حالي أنا بصير بشوف حالي أنه أنا قادرة عندي موتيفيشن أكتر عندي إدراك أكتر على نفسي عندي هيده الأنرجي أنه أنا أشتغل على حالي بطريقة أحلى وتلاقي حالك أنك أنت عم تروحي على الجم أكتر عم تشوفي مشاعرك وأفكارك وين هني سو بساعدوك أكتر وأهم شي هي المنتل كيفيني أنا أطور حالي ذهنيا هي وقتها نائرة لأنه نحن ما منوقف هوني بدو يدلو في عنا تطوير بنفهم أمور جديدة نقرأ نسمع بودكاست نشوف براميش فيها تطوير ذات نشوف أشياء بتساعدني على تطوير ذهني وهيدا بصير بيخلي الأنرجي بجسمي أحلى وبصير أنا واصلة لأهدافة يلي أنا بدي إياهن لاترقان بطريقة أحلى كتير حلول عم بتقولي وهيدا شي ممكن نعمله منه أبدا يمكن بس نفكر فيه قبل ما نبلش نعمله منلاقيه صعب بس وقتها ما نبلش ونحس نتيجه بصير أسهل على حياتنا النفسية مثل ما قلتها والجسدية شكرا دكتورة منال نابلسي على المعلومات وعلى النصائح العملية كل حدا منا بأي وقت فيه بلش بأي وقت ما نكون مأخرين أبدا نطور ذاتنا نفهم حالنا نفهم قدراتنا نستعملها ونكون سعادة أكتر شكرا لك